انا عندي حاجتين انا اشوفهم متداخلتين مع بعض جدا ومهمتين اظن بالنسبة لنا جميعا واحد منهم هو انه قرار بحكمة العدل الدولية بيقاف الهجوم او هجوم الاحتلال على رفح كويس كده هيل جدا السؤال اهمية القرار توقيته آلية النفاذ تاني آلية النفاذ من جهة اخرى لقينا وسائل الاعلام الاسرائيلية بتقول ايه بتقول انه اسرائيل مستعدة لسحب قوتها من رفح من الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية عسكرية هنا خليني ارحب جدا بضيوفي الكرام داخل الستوديو دكتور حاتم العبدو استاد القانون الدولي بجامعة عين شمس منورنا دكتور ايضا دكتور محمد سبيتة القيادي بحركة فتح ومحللنا السياسي الكبير منورنا فن اهلا محمد هبدأ الاول بالشق القانوني الا وهو محكمة العدل الدولية وقرارها بايقاف الحرب وهنا يبقى السؤال التوقيت بالنسبة لي مفهوم اهمية القرار مفهومة لكن آلية النفاذ بتاعت القرار ايه على ما يبدو ان القضاء الدولي ينتفض ضد الكيان الصهيوني اذ ان قرار محكمة العدل الدولية يتزامن والحراق داخل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع الابادة او جرائم هو لم يصرح بها المدهي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهي لبادة الجمعية لكن التجويع ضد الانسانية فهناك حراق قضائي دولي ضد الكيان الصهيوني عودة الى اهمية قرار محكمة العدل الدولية ويجب هنا ان نفرج بين محكمة العدل الدولية من جهة والمحكمة الجنائية الدولية من جهة اخرى لانهما محكمتين منفصل محكمة العدل الدولية كما يعلم الجميع انها خاضعة للامم المتحدة وهي الجهاز القضائي الرئيس للامم المتحدة بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية مستقلة عن الامم المتحدة لكن ثم ارتباط وثم تنصيق بين المنظمتين الدوليتين توقيت وتزامنية محكمة العدل الولاي قرار محكمة العدل الدولية يأتي في ظل زخم كبير وحراك عالمي سيما في المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وضد ممارساته في قطاع غزة حاليا لكن من ناحية نفاذ أو إنفاذ القانون الدولي وهذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها القانون الدولي وهي أنه لا توجد آلية ناجعة لإنفاذ أحكام القانون الدولي سيما ما يتعلق منها بالشك السياسي والشك الاقتصادي ونحن هنا في معترك الحياة السياسية وخصوصا في ظل توأمة الرؤى السياسية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الحكومات الغربية فالقرار سيظل له الجانب المعنوي الجانب الذي يخاطب ويناشد الضمير الإنساني العالمي ويعول على منظمات المجتمع المدني العالمية لكن آلية إنفاذه ستبقى محل شك نظرا لغياب وجود آلية ناجعة باستثناء مجلس أهم الدول يعني القرار مرهون بإرادة الدول والحكومات والمعنظمة هنا هارجع لدكتور محمد سبيت هل بتعتقد أن هذا القرار زي ما ذكر دكتور حاتم أنه مرهون طول الوقت بإرادة الدول ولو حطينا كلمة الدول دي خليني أبقى واضح هي إرادة الدول الكبرى المتحكمة في آليات السياسة الدولية يعني إرادة واشنطن على سبيل المثال جو مجلس الأمن فإلى أي مدى بتشوفها دكتور أنه واشنطن أصبحت قريبة أو لازالت بعيدة عن عدم إصدار فيتوهات واعتراضات على قرارات دولية بهذا الشأن أو على أنها تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب أولا كما نعلم ويعلم الجميع أن قرار المحكمة الدولية شئنا أم أبينا مرتبط بموافقة مجلس الأمن وهنا نأتي إلى الفيتو الأمريكي الفيتو الأمريكي لو لاحظنا أنه لم يتم استخدامه في آخر قرار تم اتخاذه في مجلس الأمن عندما أيدت 12 دولة موقف فلسطين واعترضت دولتين وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية الارتباط الزخم العالمي مثل ما قال أخي الدكتور الزخم العالمي الذي ابتدأ بحكم المحكمة الجنايات الدولية والذي كان موجها إلى أكبر رأسين في إسرائيل رئيس المزراء ووزير الدفاع بعد ذلك جاء حكم المحكمة الدولية وما بينهما كان اعتراف ثلاث دول أوروبية محترمة قوية بدولة فلسطين إيرلندا النرويج وأسبانيا وقريبا سيليهم ثلاث دول إخرى هي مالطا والبرتغال ولا أذكر حاليا للدولة لأن هذول المرشحين وبلجيكيا مرشحين لأن رئيس الوزراء بلجيكيا أكثر من مرة كررتها وجوب الاعتراف بدولة فلسطين الموضوع كله العالم بعد سبعة أكتوبر لم ولن يكون كما كان قبل سبعة أكتوبر هذا ما حصل في المحكمتين وباعتراف الدول لم نكن كفلسطينيين نحلم به مجرد حلم مجرد حلم لم نكن نحلم به لأنه هذه حقيقة واقعة كان كل يعني حتى في بداية الحرب يعني الآن أنت فجئت بالأمس مكتب المستشارية الألمانية يقول لو ناتنياهو جاء عندنا سوف نقبض عليه مناء على أمر المحكمة الجنائية الموقع على الاتفاق فإسرائيل مبارح كانت ذوهلة أحيانا يبدو لي مثل أزيد تصرحته كأنها تحذير ما تجيش بالظب خليك بعيد إضافة إلى ذلك اعتراف التلت دول خلي إسرائيل تنتقم من السلطة الفلسطينية انتقام مباشر يعني سحبت الغطاء المالي للبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية وهذا سيوقف عملها في العالم كله سحبت بطاقات الـ الممنوحة لكل رجال السلطة وده الحمد لله ده عمل خير إن شاء الله عشان ما حدش فيهم يروح عندهم ويسأل كل ده انتقامات من السلطة الفلسطينية الآن الموضوع بدأ يأخذ أبعاد مختلفة أبعاد مختلفة العالم الغربي بدأ يتحرك يعني لو لاحظنا يوم السبت والأحد في جميع دول العالم حتى في مدن في أقصى الدينمارك أرهوس يعني دي أنا رحتها في أقصى الدينمارك أمستردام المدن التي كانت محصوبة على إسرائيل قولاً وفعلاً تخرج ليلة نهار بريطانيا الآن وذهب أخونا الهندي الآن إن شاء الله هو ذاهب في تلاتة سبعة في انتخابات تلاتة سبعة المظاهرات في بريطانيا لم تخرج فيها مثلها منذ عشرين سنة كل هذا تغير عالمي بغض النظر عن النتائج التي نجدها في قطاع غزة من قتل وذبح وتشريد ونزوح يعني نزوح داخل الوطن نقس لربع مرة تنزح من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الوسط وهكذا طيب أنا هستأذن هروح لفصل وعايز أرجع بعض الفصل نتكلم على نفس دات السياق مسألة إنه الإعلام بتاع العدو تكلم على مصادر يعني هم قالوا نقلاً عن مصادر إنه مستعدين للانسحاب وبيقولوا إن ده الاعتبارات سياسية وهنا هيبقى السؤال لدكتور حاتم هل الاعتبار سياسي ولا إنه أصبح الاعتبار قانوني وقد توقع ضغوط ما بشكل أو بآخر نتيجة لقرار محكمة العدل وأيضاً دكتور سبيت القلق السياسي لدى العدو والقلق العسكري أيضاً يعني هو قال اعتبارات سياسية ثم أكمل وعسكرية دي نقطة أنا محتاج أفهمها شويتين استنونا بعض الفاصل طيب خلونا نجدد ترحيب ديوفنا الأعزاء داخل الستوديو وقلنا هنرجع لدكتور حاتم العبد على مسألة الاعتبار القانوني اللي قالوا لصهاينة حول استعدادهم للانسحاب يعني تبقى للإعلام بتاعهم بيقولوا إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من رفح الاعتبارات السياسة أو الاعتبارات العسكرية ولا هناك اعتبارات قانونية أصبحت بتدفعهم لده عندهم خشية من توقيع ضغوط معلهم نستطيع المزج بين الاثنين الاعتبارين بمعنى أن الضغوط القانونية وتضييق الخناق القانوني على الكيان الصهيوني هم استعملوا ذلك في إعطاء مسحة سياسية نستجيب للضغوط الدولية نحاول الانسحاب لكن يفقى في المقام الأول والأخير الضغوط القانونية سيما في ظل تزامن مجريات الإجراءات أمام محكمة الجانية الدولية ومحكمة العدل الدولية هل انضمام مصر اللي دعوت جنوب إفريقيا مؤثر على هذا الحدث وبتحديدا جزء من هذا التصريح الإسرائيلي؟ إنها مصر إذا ما انضمت فالدبلوماسية العربية تنضم فدبلوماسية الشرق الأوسط وبما لها من ثقل سياسي ودبلوماسي سيغير الموازين لأن مصر مناصرة للقضايا الفلسطينية على مر العصور مصر لن تقف إلا إلى جانب الحق قولا وحدا طيب هنا هرجع لدكتور محمد سبيتة وكنا بنتكلم على ما هو الاعتبار السياسي من وجهة نظرك اللي أشارت إليه أو أشار إليه الإعلام الإسرائيلي؟ أولا إذا لم نكن نتصور أن مصر مستهدفة في هذا السياق العام نكون يعني قريبين من الجهل أو أجهل من الجهل هناك استهداف مباشر لمصر مصر بعدها القومي داخل قطاع غزة مصر الوحيدة التي لها حدود مع قطاع غزة الآن أنت لو رأيت الوضع داخل إسرائيل بداية التجاذب الآن والتحادث الآن خلال 48 ساعة لفاتت الحرب بين نتنياهو والجناح العسكري نتنياهو يقول لم يخبرونا بقبل 7 أكتوبر والجناح العسكري يقر ويقول أنه إحنا أخبرناهم في تحركات يعني متضاربة لدرجة أن هناك قائد للمنطقة الجنوبية إسرائيل أعلنت موته ودفنته أبل في 4 ديسمبر والقسام أعلنت أنه موجود أسير لا يديها جرح أثناء اعتقاله فالتخبط جو إسرائيل لا أدر يعطيها قدرة سياسية ولا قدرة عسكرية الآن كما يعرف الجميع أنها أول ما دخلت قطاع غزة دخلت في الشمال وقامت بتنظيف الشمال كما قالت وتطهير الشمال بيت لاهيا بيت حنون جباليا الآن المعارك الموجودة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب ممرنة سريم اللي عملوا ليقسموا به قطاع غزة إلى جزئين الآن ملقف ومضرب لكل القوات المقاتلة كل قوات المقاومة بكل فصائلها هو مصيد لهم في النص من الشمال ومن الجنوب إلى رفح حتى الآن ما دخلوش نصف رفح أولا دخلوا الجانب الشرقي وهم جاءوا من كرم أبو سالم ودخلوا مبر فيلادلفيا وفي هذا أصلا كان هناك مشكلة مع مصر لأنه دخولهم مبر فيلادلفيا في تجاوز لاتفاقية كام ديفين وهذا يعني مصر تتعامل معه بمنطق وبسياسة وبعقلانية الآن لو لا الموقف المصري في رفض التهجير القصري أو الطوعي لأهل غزة لانتهت القضية الفلسطينية مصر لا تحارب من أجل حرب غزة مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية حية وبقاء القضية الفلسطينية حية بشيئين بقطعتي الأرض الموجودين اللي هي غزة والضفة الغربية وباللاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون تدمير قضيتهم بتدمير الأونروا فمصر تتعامل مع الموضوع كله بأفق أوسع ما يهمها أكثر من موضوع غزة هو القضية الفلسطينية التي هي هدف للتلاشي يعني نحن نشك في أن الميناء الأمريكي في غزة هو ميناء للتهجير ليس الرصيف اللي بيعملوه ده أنا أكاد أجزب أنه هو معبول علشان كده بس للتهجير لأنه أي كلام حول أنه لإيصال المساعدات المساعدات الإنسانية تصل برا برا ثم جوا ثم الرصيف يا أستاذ يوسف ده رصيف مع بول فكوش ده المساعدات قعدة بتدخل من الأردن 30 و40 تريلا بيلقوها المستوطنين في الخليل بنزلوا المساعدات اللي عليها وبيكسروها وبعد كده بيحرقوها شفناهم حاليا دي حاجات أردنية دينا الفيديوهات كثيرة موجودة حول ذلك طب أخيرا قبل ما اختم الحلقة عايزك أرجع لدكتور حاتم على سيناريو اليوم التالي على ما يبدو على ما يبدو أنه الضرب هيقف على ما يبدو قريبا بشكل ما هنا هنبدأ بالتأكيد نتكلم على سيناريوهات يوم من تالي متعلقة بمسألة الدولتين أبرز معركة قانونية تظن أن احنا هنخضها دكتور إيه هي حدود ما قبل 67 بتاعة 4 يونيو 4 يونيو قولا واحدا لأنه كان الفيار المصري على مدار تاريخ الصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي الاعتراف بقائمة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 4 يونيو لأننا الضفة بتاعتي اللي قبل 4 يونيو غير الضفة بتاعتي دلوقتي الضفة بتاعتي دلوقتي تم الاعتداء عليها بمستوطنات ليست مستوطنة أو 2 أو 3 أو حتى دكتور محمد سبيتة وصححنا في ذلك فهنا يبقى في عندي معركة كبيرة إزاي هقدر أتعامل مع هذه المستوطنات اللي أصبحت في قلب الضفة الشرعية الدولية تتيح لحضرتك اكتساس هذه المستوطنات كما المستوطنات في سيناء شبه جزيرة سيناء بعد الانتصار وفي غزة وفي غزة في 2005 لما انسحهم تفكيك المستوطنات واكتساسها من جذرها فهذا أمر وارد ولهم صوابق وقد قاموا بتفكيك المستوطنات قبل ذلك فالأمر ليس بمستجد أو ليس بشيء جديد لكن أأمل أن تستفى الفصائل الفلسطينية وأن تقف خلف قلب رجل واحد في المفاوضات كي نصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 67 سيد فهيروز قالت إيه في أمل أوقات بيطلع من ملل وأن كان مفيش ملل لما اسأل أن الأحداث كثيرة ومتلاحقة وساخنة أنا واحد من الناس اللي دايما بأحلم بأنه كل كل الفصائل الفلسطينية تنضوي كلها تحت راية منظمة التحرير لأنه ده مكتسب إحنا عرفنا ناخده هذه اللحظة هي لحظة أوروبية بامتياز ولحظة قومية بتفرد يجب على الجميع اغتنام هذه اللحظة واغتنام هذه الفرصة إن لم يصطف الفلسطينيون الآن فلن يصطفوا أبدا إن شاء الله طب ده آخر حاجة ياخده يمكن فضلي هي دقيقة يمكن أقلم دقيقة دكتور سبيتة هل تتوقع بشكل واقعي أنه كافة الفصائل هيبقى فيها عندها استعداد حال إيقاف هذا العدوان أنه كله يبقى تحت منظمة التحرير ولا تساورك شكوك لا تساورني شكوك مليون في المية كم في المية شكوك كم في المية؟ خمسين في المية شكوك خمسين في المية شكوك إحنا بساة الدولة الفلسطينية القائمة هي في الضفة الغربية الضفة الغربية مش المستوطنات فقط المستوطنات فيها سبعمية وخمسين ألف مستوطنين فيها طرق التفافية صنعت للمستوطنين فيها الجدار الفاصل من الضفة فيها القدس يعني القدس قبل حدود أربع عيوني التي نتحدث عنها كان سلك فاصل بين القدس الشرقية والغربية سلك فاصل يقف عليه الناس بالطرفين يتبادل التحيات فهل هذا يعني هناك فكرة لاستبدال أراضي استبدال أراضي هناك فكرة لإزاحة الفلسطينيين 48 الموجودين داخل إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية يعني هناك كذا فكرة كلها السيناريوهات عديدة لا أول لها ولا آخر ولكن كما قلت ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما كان بعد 7 أكتوبر الدنيا تتغير الدنيا تتغير والحمد لله لصالح فلسطيني نحن بنحلم أنها تبقى صالحنا فعلا نشكورك جدا جدا دكتور كل شكرا دكتور حاتم نورتنا وشرفتنا كل شكرا دكتور سبيتا نورتنا وشرفتنا نورتنا فعلا كما جارت العادة كلنا مركزين محددين بس يمكن اليوم النهاردة كان مزدحم حابتين إلى أن نلتقي إن شاء الله على خير كل شكرا مرة تانية شكرا جدا لديكم على حسن المتابعة خلص الكلام صحيح بس طبعا ده في البرنامج لحد دلوقتي لأنه سوين يكون موجود معنا الكريم رمزي يحتفل ويحتفي بفوز الأهل النهاردة على الترجي والحصول على المطولة رقم 12 مبروك يا كيمو مبروك للأهل وبروك للكورة المصرية مبروك للمصر كلنا والله كلنا بنتفرج على إخواتنا في غزة كانوا عندين بيتفرجوا على الماتش وبيشجعوا الأهل فوق ما تتخيل أو الله حاجة تفرج فوق ما تتخيل حب الحياة جدا جدا لا لا بيعشاقوا الأهل حب الحياة وحب مصر الحياة هناك جمعية في غزة لمناصرة الأهل الله أكبر كويس على كلنا لو كاننا العمر هنقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات شكرا